هل الذي سأقوله لك هو نكتة أم حقيقة أم بداية لحرب معلنة عندما يعلن اليوم السيد قتيب الجبوري أن على رئيس الوزراء أن يتم إخضاعه للفحص قبل دخوله إلى قبة البرلمان لخلوه أو التأكد من عدم إصابته بفايروس كورونا لأنه كان في إيران هو وكابنته الحكومية لأنهم يعتقدون أن هذه الكابنة مجدوجية جنسية هذه نكتة حقيقة أنا لا أعرف شكرا على الاستضافة أستاذ نجم وتحية لك ولضيفك العزيز أستاذ عدهاشم ولمشاهديك الكرام يعني هو نكتة سابقة أيضا سبق السيد الحلبوسي قال خلي عرف عن نفسه داخل مجلس النواب وخلي يتنازل عن جنسيته البريطانية هذه أيضا تبرخارت سياقات التعامل السياسي والدبلوماسي والأخلاقي وش يسميه سميه اليوم رئيس الجمهورية يعني إذا كان هذه نكتة فأخذ سلسلة من المسال التي لا تموت إلى المعادلات السياسية والتوازن السياسي الموجود في البلد رئيس الجمهورية وجه له انتقاط شديد من قبل السيد الحلبوسي ورئيس الجمهورية اليوم من مصدر مغرب أمس أشار بوضوح على أن الحلبوسي وكل الموجودين من السنة والكرد والشيعة هم وافقوا على اسم سيد محمد توفيق علاوي وبالتالي عندما بدأ بتشكيل الحكومة بدأت الأمور تأخذ من حياة أخرى بعضهم يطالب بفحص كورونا والآخر يطالب بأن يعرف عن نفسه وهكذا من هذه الأمور التي لا ترتقي لها مستوى أن يمثل شخص معين للعراق بهذا الشكل هذه موجودة أستاذ نجم لكن هذا السبب الرئيسي اللي احنا نتكلم عليه وريد نفتش عليه بشكل عام في مجمل الواقع السياسي العراقي هي حالة الاضطراب في تشخيص المسؤول في طبيعة وصول المسؤول إلى سدة الحكوم في وضع يحتاج كما تفضلت إلى شخص يحل الأزمات أو يفكك الأزمات أو على قل التقدير يطفئ الحرائق السيد الحمد توفيق علاوي إن سلمنا جدلا بين قوسين دون أن يكون هذا الشخص كرئيس وزراء هو مطلوب منه حدود معينة مطلوب منه إجراءات معينة لكن هذه الإجراءات المعينة ليش تصطدم بواقع سياسي مرير ليش ما تصطدم بقضية أنه المظاهرات وما حدث في العراق خلينا توقف حد هذا التعبير عجبني اللي تصطدم بواقع سياسي مريض أنا البارحة قلتها بالحلقة نحن نتحدث أمام شعب أرهقنا تفكيره بالتالي يجب أن نقدم له حقيقة من يمثل هذا الواقع السياسي المريض اليوم هل هم المؤيدون لعلاوي أم المعارضين له حتى الناس تفهم أن تكونوا مع من لا هي الواقع الحقيقي للناس بشكل عام الناس أيضا بينوا بأكساد نجم خليكون صريحين أيضا أيضا منقسمين يعني لا نتصور أنه أكو رأي عام ثابت في هذه المسألة يعني ينقسم في كثير من الأمور ينقسم سرعان ما ينقسم يعني سيداللوخ أخذنا جمهور التيار الصدري وجمهور المتظاهرين حصل انقسام واضح هذوله رفضه أستاذ محمد توفيق علاوي هذوله وافقه عليه وبالتالي هذه الانقسامات موجودة لكن الواقع الذي نتكلم عنه مفتش عنه جميعا هو هذا الواقع السياسي المريض السبب بشكل واضح أنه اليوم ما نتكلم عنه في عناوين السياسية وصعود السياسين بالطريقة التي يمكن بخلالها تكون فعلا جاية نابعة من الشعب هي صناديق الاقتراع إذا أحنا صناديق الاقتراع قد زورت وشوهت وأيضا بتجزئت وغيره وحرقت شون تتصور يوصل لنا سياسي يرضى عنا الشعب أنت شون تقبل أنه اليوم يصعد سياسي يرشح لك سياسي يرشح لك رئيس جمه وهل ما فعله السيد علاوي سيد سراج وهو صاعد مزور مثلا يعني اشتركوا في القناة